قال وزير المالية عمر الجرحي أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من العام الماضي وحتى السادس من ديسمبر الجاري وأشار الجرحي لأن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض ل700 نقطة أساس خلال عشرة أشهر مؤكدا أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة ساهم في إنعاش التضفقات الأجنبية على السندات وأدون الخزانة الحكومية